اهلا بكم مشاهدين الفاضل في حلقة جديدة من برنامج شاهد وهذه الحلقة الثالثة والعشرون مع ضيفنا القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية عمر محمد الوحيشي أهلا بك أستاذ عمر معنا في الشاهد أهلا وسهلا أستاذ عمر تحدثنا في الحلقة الماضية عن بداية لقاءات بينكم وبين قيادات من نظام القذافي وكانت أولى هذه اللقاءات هي لقاء مع أبو زيد دوردة في العام 2001 استمرت هذه اللقاءات مع أكثر من شخصية من القيادات نظام القذافي في تلك المرحلة وربما تبلورت في صورة ما أو في شكل ما مع بداية العام 2003 عندما بدأ الحديث عن الإصلاح وبرز مشروع ابن القذافي سيف مشروع ليبيا الغد وعلى ما يبدو في هذا المستوى بدأ وكأن النظام أو سيف استطاع أن يجذبكم نحو نظام أبيه من خلال هذا المشروع كيف تبلورت فكرة الإصلاح لديكم وما هو معنى الإصلاح في تلك المرحلة وفق رأيتكم في تلك المرحلة تحديدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحن في الألفين وواحد في يناير اعتمد مجلس الشورى رؤيتنا التي هي منطلقة من إصلاح المجتمع في الألفين وواحد هذا اعتمدها مجلس الشورى وتحدثت وأذكر أيضا بأن سبق هذا الاعتماد عدد من الجلسات وورش العمل واستقراء الأحداث وبحوث قدمت يعني في التسعة وتسعين وذي الجهد لبأس به في الألفين وواحد تبنينا هذه الرؤية ثم المسار السياسي فرويتنا للإصلاح في الألفين وواحد كنا جاء ابن القذافي في مباعد في الألفين واربعة وبدأ يتحدث عن الإصلاح فأظن العامل الفارق الزمن هنا واضح واضح أنت ذكرت في الحلقة الماضية أن الإعداد والترتيب لهذه الرؤية وهذا المشروع كانت في أثناءها حدث التواصل مع النظام للمرة الأولى مع أبو زيد دوردة في ألفين وواحد نحن التواصل مع أبو زيد دوردة كان في تسعة وتسعين ألفين ألفين وليس ألفين واحد ألفين واحد بالتحديد أخرى حتى ألفين واحد مش حتى ألفين التواصل مع أبو زيد دوردة كان جيس نبض من طرفه هو من طرفنا نحن أيضاً هو لطلب اللقاء كما أشرت وأؤكد أيضاً هو طلب هذا اللقاء واللقاء الحقيقة كان في الأول كان اللقاء واحد في نيويورك واحد في لندن كان اللقاءات جيس نبض والتعرف أكثر ما فيش مشاريع ما طرحتش أفكار سياسية ما طرحتش طلبات لا من قبل في لقاء ثالث لا من قبلهم ولا من قبلنا في لقاء ثالث تم في جينيف مع أبو زيد دوردة هذا اللي هو طلع فيه الورقة وقال ما هي طلباتكم ما المطلوب منك وما المطلوب مننا وهنا في هذا الحدث هو اعتبرنا بمثابة اعتراف بالجماعة كان الحديث عن الجماعة قبل تخوين ومشروع خارجي واستعمال القوة وما إلى ذلك كان لهجة الانتقاد ولهجة الإقصاء ولهجة الإبعاد هي الغالبة على خطاب النظام هو قانونا وجودكم كجماعة يخالف القانون المعمول به في البلد القذافي كان استصدر قانون اسمه قانون تجريم الحزبية اللي منعوا حضر العمل سواء في أحزاب أو في تنظيمات أو جمعيات وبالتالي الحالة اللي أنتم كنتوا عليها كنتم مخالفين للقانون المعمول به في البلد القانون القذافي لكن لذلك نحن أصررنا على القانون القذافي الآن أنتم بحواركم معه أنتم وضعتوا أنفسكم في دائرة التجريم فعلا لأنكم اعترفتم وأقريتم بوجودكم في حالة تخالف هذا القانون نحن مش في حوارنا معه نحن لما اكتشف التنظيم هو اللي هو أكثر دليل على أننا نحن مخالفين لتوجهات القانون تجريم الحزبية هذا يعني التنظيم لما اكتشف في 98 آنذاك طبعا وجهت التومان كنتوا دارين تنظيم دارين تنظيم قل لا نحن دارين تنظيم لأنكم انتم وضعتمونا إلى هذا التنظيم طيب هذا التنظيم ايش هدفه هدفه شافوا من خلال التحقيقات من خلال ما شافوه من إخواننا داخل السجن أنه هو ما هوش هدفه لا قلب نظام الحكم وذكرنا في اللقاء الماضي ونذكر أيضا أنه كان حقيقة يتجه نحو اتهام الإخوان بأنهم يحملون السلاح وأنهم هدفهم قلب نظام الحكم لذلك احنا صارعنا في الخارج بافتكاك أو بشرح لبعض المؤسسات الحقوقية على رأسها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش أنها هؤلاء سجناء رأي عندهم رأي وما عارفوش كيف يعبروا عن الرأي انتاحهم فاضطروا إلى استطعتم اثبات هذه الحالة اثبتنا هذه الحالة وصدر تقرير عن منظمة العفو الدولية اعتبر معتقلي الإخوان معتقلي رأي رغم ذلك النظام أصدر أحكام بالأعدام والمؤبد في حق معتقلي الإخوان في السجن كيف من جهة النظام يجرمكم ويصدر أحكام من هذا النوع ومن جهة يقدم على فتح مسار للحوار معكم احنا طعننا في هذه الأحكام الإخوة المهتمين في الجانب الحقوقي طعننا في هذه الأحكام أمام المحاكم الليبية لا طعننا فيها إعلاميا وطعننا في شرعية هذه المحاكم أصلا لأنها محاكم عسكرية إنما حاكم عسكرية كيف تحاكم مدني أنت أمام محاكم عسكرية فحكموا أمام محاكمة عسكرية حتى فيما بعد حتى في البداية الـ 2006 حتى لما استؤنفت الأحكام وضعوا أمام محكمة عسكرية أيضا فإحنا قلنا أن هذه المحكمة أصلا باطلة حسب القوانين الليبئية المفروض يضعوا أمام محكمة مدنية لكن لما يضعوا أمام محكمة مدنية فليست هناك أي تهمة فبالتالي حيكون النظام في حرش كما حدث معنا في سنة الخمسة وثمانين تقريبا لما كنا في السجن وحوكم بعض الإخوة اللي كانوا معنا داخل السجن أمام محكمة مدنية كان يرأسها الشيخ الله يرحمه علي بوزغيبة أصدر أحكام ببرائتهم أن هؤلاء أبريع فنحن طعننا في هذا قانون تجريم الحزبية ورفضنا هذه الأحكام مش رفضناها فقط تظاهرنا أيضا درنا مجموعة مظاهرات في سويسرا وفي لندن أننا نحن ضد هذه الأحكام وأن هذه أحكام تعسفية وأننا لا تمت للقانون المدني بصلة وبرغم ذلك أقدمتم على الجلوس مع ممثلين نظام الجلوس في إطار الرؤية اللي نحن تبنيناها الجلوس لا يعني أنه اعتراف بالنظام الجلوس لا يعني أنه مصالحة وتصالح مع النظام كما قيل فيما بعد الجلوس لمحاولة إحداث الانفراج السياسي لتحدث عنه في الحلقة الماضية أيضا ضمن الرؤية نريد أن يحدث انفراج سياسي لأن البلد وصلت إلى اختناقات سياسية واقتصادية وإحنا أردنا مع آخرين وشاركونا آخرين أيضا في إحداث أو في سعي لإحداث مثل هذه الانفراجات كانت الغاية هي إحداث تغيير لرفع المعاناة على المواطن أو إثبات حالة اعتراف من النظام وبوجودكم كجماعة تعمل عمل سلمي بعيد عن استخدام العنف أو انتهاج العنف الحقيقة الاثنين يعني نحن كان عندنا بعض المطالب اللي هي فيها رفع المعاناة عن المواطن وبالدرجة الأولى رفع المعاناة عن المساجين الرأي معظم إن لم يكن كل مساجين الرأي المساجين اللي فيه داخل البلد أنا ذاك كانوا مساجين الرأي فرقم واحد رفع هذه المعاناة رقم اثنين أيضا الاعتراف بناء كجماعة أو حتى كجمعية نريد أن نشتغل ونرفع نساهم بلاش نقوله نرفع كاختزال نساهم في رفع المعاناة عن المواطن طيب عندما بدأ مشروع سيف ليبيا الغد هل فعلا بطرح القذافي عبر ابنة لهذا المشروع استطاع استدراجكم في إطار ما عرف بعد ذلك بإصلاح النظام الحقيقة لما طرح مشروع سيف مشروع سيف نحن كنا نعتقد أنه مشروع توريف قد يحمل في طياته أو في حواشيه بعض مجالات الانفتاح لذلك واكب مشروع سيف نسمى ليبيا الغد بعض الانفتاحات الاقتصادية الشكلية يجيب سيارات ويرعى الفن ويوسع دائرة يضيق المعاناة بلاش نقوله يرفع المعاناة على المواطن بدون أي رعاية أو أي ضمانات سياسية أو قانونية لهذا الانفتاح شفت كيف فإنحنا لما يعني مشروع ليبيا الغد لم ندخل فيه تعاملنا معه بحذر وإذا أحببت أن نفصل لك أكثر سأفصل أكثر فمشروع ليبيا الغد كنا نراه أنه هو مشروع توريف لسيف لذلك عندما جلس بعض من إخواننا مع سيف شخصيا وصلوا لهذا الكلام فليبيا الغد لم نقره بعض الإخوة اللي دخلوا في مشروع ليبيا الغد الحقيقة كان حتى باجتهاد شخصي منه لم يكن توجيه من الجماعة لا لم يكن توجيه من الجماعة في بعض الإخوة اللي اجتهدوا ولذلك خرجوا من الجماعة كانوا يروا أن الصقف متاعنا واطي على رأيهم يقولوا واطي جدا والآن الفرصة كبيرة والرجل يريد أن يحرك البلاد ويريد ويريد وإحنا كنا نرى نتعامل مع هذا الموضوع بحذر فيه انفتاح جزئي والانفتاح الجزئي هذا لا ترعاه إرادة سياسية ولا ترعاه قوانين ولا يرعاه دستور حالة مشوهة حالة مشوهة قد تكون مؤقتة أيضا طيب الآن وكأنك تتحدث عن حال التصدع حصلت داخل الجماعة أدت إلى خروج أعضاء من الجماعة ومشاركتهم في مشروع سيف دون توجيه أو تنسيق أو ترتيب مع قيادة الجماعة باختصار اثنين أو ثلاثة بالكثير هم اللي خرجوا من الجماعة وآرادوا أن يرفعوا هذا السقف فتوكلوا على الله لهم اجتهدهم وما اجتهدوا قالوا لا هذه فرصة وهذه 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 صار نقاش معهم صار نقاش معهم ثم هم اختاروا أن يستقلوا من الجماعة فاستقلوا من الجماعة وكان الأمر عادي لم يحدث أي لن لم يحدث يعني زي ما تقول حدث زي ما تقول زعلنا على مثل هذه الشخصيات إنه ليش تندفع هذه الاندفاع لكن في الأخير بك الاعترام رأيك واحترام توجهك نحن لا سلطان لنا على أي أخ خاصة اللي كانوا خلينا نقوله بين قوسين صادقين في قرحهم يعني زي ما تقول ما اتهمناش النواية ما اتهمناش نية الأخ أن هذا يشوف فيها فرصة اقتصادية والله فرصة يريد أن يرتزق من وراها أو ما إلى ذلك نعطيك مثال مثلا الأخ صلاح الشلوي الأخ صلاح الشلوي من الحقيقة يعني أنا شخصيا أعرفه بعمق ويتهم بأنه دخل في هذا الموضوع بدون رؤية ودخل حاول أنه زي ما تقول يستغني وهو من أفقر الناس اللي ما زالوا إلى يومنا هذا صلاح الشلوي هذا على الرغم مثلا يقال عننا أنه خذاه ما خذاه مسكين أنا أعرف أنه هو مسكين يعني يعني يعد في طائفة الفقراء لكن هو باجتهاداته بأراءة بقراءاته اللي احنا ممكن لم نقرها كثيرا لم نقرها مش حتى كثيرا لم نقرها أصلا هو رأى أنه يريد أن يخرج من الجماعة فخرج بهدوء جدا وتم التعامل مع هذا الخروج بهدوء أيضا طيب في هذه الحالة كيف يمكن أن تصف موقف الجماعة اليوم بدن يعني في إطار أكثر من مسمى يمكن أن يطلق على الحالة هل كانت الجماعة في حالة مصالحة مع النظام في طور الشروع في مصالحة مع النظام أو باحث عن إصلاح هذا النظام بشكل أو آخر أو أنها ظلت متمسكة بضرورة التغيير الجذري للنظام لم تكن لمصالحة مع النظام ولم تكن إصلاح نظام ولا تغيير الجذري للنظام إصلاح البلد في فرق بين أنك أنت تصلح النظام كي تطيل من عمره إصلاح ما يمكن إصلاحها داخل البلد إصلاح المؤسسات المنهارة إصلاح الأوضاع الاجتماعية التي كانت المؤشر تاحة يؤشر إلى خطر إصلاح المؤسسات التعليمية باعترافات النظام نفسه كانت الحقيقة البلد تتجه وفعلا أثبتت 17 فبراير أثبتت هذا الانفجار الضخم الذي صار في ليبيا أن فعلا البلد وصلت إلى نفق مسدود اقتصاديا سياسيا ثقافيا اجتماعيا أخلاقيا فكنا نريد أن نصلح البلد وفي فرق كبير يا أخي الكريم في فرق كبير مثلا ما يقال أننا نريد أن نصلح النظام أبدا 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 ما إيش إصلاح نظام ولا كنا ندرك تماما أن حتى موضوع سيف لما مثلا بدأ النظام يسوق فيه في الخارج لما بدأ بموضوع اندونيسيا أو ماليسيا بعض السجناء اللي حاول أنه يطلق صراحة دورة في مسألة البلغاريات لمتهمات في موضوع الأيدز بعض الأدوار اللي كان يلعب فيها في الخارج لتسويق سيف نحن كنا ندرك ذلك تماما يعني بمعنى إيش أننا نحن لما دخلنا في الإصلاح كنا حذرين من هذه المسألة نعرف أننا رأي في فرق بين إصلاح النظام وبين إصلاح المشترك كيف يمكن أن تفصل أن في النهاية إصلاح الوضع في البلد بالنتيجة سيؤدي إلى إطالة عمر النظام ليس بالضرورة يا أخي ليس بالضرورة يعني أنت أمامك واجب واجب شرعي وطني ألا تتقدم في الوفاء به يبقى رجم بالغيب إذا قلت إذا فعلت هذه ممكن سيطيل عمر النظام هذا من رجم بالغيب مناسة تتأخر على أداء واجبك لا تبدو هذه من المسلمات يعني اليوم أنت نظام يواجه خطر الانفجار داخليا حالة الاحتقان كانت وصلت مداها الظروف المعيشية البطالة الدخل الأفراد يعني كل هذه مواشرات كانت ستقود النظام إلى الانهيار حتى حالة الضغط حالة الحصار الدولي اللي كان يقبع فيها النظام في تلك المرحلة عندما تحدث انفراجة داخليا أنت بالنتيجة تعطي للنظام بشكل أو بآخر نفس يطيل من عمره البوصل المتاعي ما هيش النظام البوصل المتاعي المواطن اللي قاعد يحترق ويعاني طيب إذا كان هذا المواطن يا أخي قاعد يعاني وقاعد يحترق نقوله خليه يحترق خليه هو وأولاده وخليه 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 لين يصير انفجار أنا هذه البوصلة الخطأ لا لا زيد خلي المواطن يعاني زي توا زي مسائر في البلد خلي المواطن يعاني باش ما نطولش في عمر الحكومة الفلانية ولا لا لا خلي المواطن يعاني لا يا أخي أنا بوصلت مشروعي موجهة إذا كان قيل فيما بعد أن لا أنت أطلت في عمر النظام فهذا الحقيقة راجم بالغير أنا بوصلت إلى هذا النتائج في النهاية خلينا نأخذه من زاوية أخرى اليوم كيف بواقعية الحديث على أنك انخرطت مع النظام بهذا الشكل من أجل إحداث انفراجة داخلية لصالح الناس لصالح البلد وليست لصالح النظام هل من الواقع أنك تقدم الصورة على هذا الشكل و أنت تعرف أن نظام مثل النظام القذافي نظام مستبد كان يقتل معارضي هو يعلقهم في المشانق وينقل هذا تلفزيونيا هل يمكن الانخراط معه في حالة إصلاح أو تغيير وضع داخلي هذا أول مرة خلينا نوقف عن كلمة انخراط انخراط معناها كأنك أنت جزء من النظام هذا رقم واحد رقم اثنين أخي الكريم أن لما تبنينا مشروع الإصلاح رأينا صداه حتى داخل النظام داخل بعض من أعمدة النظام البلد في تلك الفترة كانت حتى منقسم قسمين الناس المحيطين برأس النظام تيار أمني عنيف مستبد يريد أن لا زي ما قال هو عن نفسه قال أنا ما عندي إلا الرصاص للمعارضين بتاعي وتيار آخر يرى المعالجات العقلانية السياسية مش هذوم فقط هذا على رأس عبدالله السنوسيو هذا على رأس موسى كوسا بل حتى داخل التكنقراط بعض الوزراء بعض الوكالاء بعض الناس حتى اللي يلتقينا فيهم فيما بعد الحقيقة وصلوا إلى حالة من يروا أن البلد احتقان كبير لابد من رفع المعاناة عن المواطن بغض النظر على التقرة من خلالها إيطالة في عمر النظام أو غيرها فهذه الحالة اللي احنا أحسب أننا سهمنا في توسيع دائرتها وكيف هذاه ماذا ممكن فاتتنا أن نذكرها في عملنا الإعلامي غير توجهنا الحقوقي وحتى يتحتاج إلى شيء من التفصيل لما درنا مؤسسات وبدأنا بالمختار ثم ليبيا اليوم ثم المنارة أو المنارة ثم ليبيا اليوم هذه المؤسسات وضعنا لها سياسات استكتبنا كثير من الكتاب من داخل البلد استكتبنا كثير من الكتاب من داخل البلد ينتقدوا في الوضع الخدمي العام لداخل البلد وعندما تنتقد الوضع الخدمي أو الخدمات العامة أو البنى التحتية للبلد فأنت ستصل بالدرجة الأولى إلى شيء من توجيه الانتقاد الغير مباشر إلى الإرادة السياسية أو إلى الطبقة السياسية أذكر أن الإخوة في ليبيا اليوم كان المقالات التي تصل من داخل البلد كتاب معروفين فيه لمزالوا أحياء إلى يومين هذا ومن ضمنهم حتى فيه التي توفى في الأيام الماضية الله يرحمه دكتور إبراهيم هذه المقالات وهذه توسعت الدائرة متاحة بدأت تتسع وبدأت الحقيقة حتى بعض المعالجات لما طرحنا موضوع الفقر في لبيار وأذكر في منطقة في بنغازي سموها سيرتي جبنا صور وعكسنا المعاناة ليعاني فيها المواطن بدأت شيء من المعالجات بدأت شيء من المعالجات بدأت دائرة النقد تتسع أي معالجات اليوم؟ المعالجات التحتية في البناء التحتية لكن أيضا خلقت رأي عام خلقت رأي عام إن راهي البلد ماشية لنفق مسدود بدأ يتكون خاصة لما سيف بدأ يطرح في بعض المعالجات امتاعاته لأؤكد أن معالجات تفتقر إلى حماية قانونية أو إرادة سياسية حقيقية بالنهاية موقفكم هذا انعكس على واقع المعارضة في الخارج كيف كانت الظروف في تلك المرحلة بعد أن تهجتم هذا النهج؟ الواقع المعارضة ليس كل المعارضة رفضين هذه المسألة المعارضة شوف المعارضة قسمت فيما بعد إلى معارضة قسمين قسم جذري ويرى أنه لا بد من إنهاء النظام لا بد من إزالة النظام بأي وسيلة كانت جيد وقسم الإصلاحي اللي هم إحنا منهم وفي غيرنا منهم جيد نحن نرى أن إزالة النظام مستبد زي نظام القذافي ما هوش مسهل إما باستقواء بالخارج وهذه كانت واضحة في مشروعنا أو في فيما عرفنا بالانفراج السياسي بما بعد إننا نحن لا يمكن أن نستقوي بالخارج لا يمكن لا يمكن أن نأتي كما كان يقول البعض على ظهر الدبابة الأمريكية ومؤسسات العراق ما منا ببعيد لا يمكن رفضين هذه المسألة منطلق الرافو لا نستقوي بالخارج ليش نستقوي بالخارج الخارج يدخل على سواد عيونك الخارج يدخل على على خدمة لفصيل معين وشفت العراق شفت العراق دخل على يعني دخل في صفقة مع فصائل معينة مع فصائل معينة هي اللي استدعاة أخر أخر ثم تم إزاحتهم ومشور الفصائل الأخرى وهي البلاد اللي قاعدة تعني هذا الحقيقة نحن ضده ولازمنا ضده أنا لا نستقوي بالخارج في إزالة طيب أنت لا تستقوي بالخارج لا تؤمن بالعمل المسلح لإحداث التغيير في الداخل وتراهن على سلمية العمل إلى أن تصل إلى إحداث التغيير عبر هذه السلمية هل تبدو هذه نظرة حالي ما تتجاوز الواقع ومقتضياته هذه نظرة تقرأ الواقع صح هو حتى لم يفرج على سجنائكم لم يغير القانون الذي يجر موجودكم وعملكم كجسم وكأفراد يعني أي واقع قرأت هذه نظرة هذه نظرة تقرأ الواقع لأن التغيير المؤقت هذا لأن تجربة خاصة داخل ليبيا تجربة العمل المسلح من الأربع وثمانين شفنا نتائجها إلى التسعة وثمانين أو إلى حتى في بعدها العمل مسلح مع النظام كل مرة يزداد شراسة كل مرة يزداد قوة كل مرة حتى أجهزة الأمنية تتعلم أكثر وأكثر لكن في النهاية لم يسقط النظام إلا عمل مسلح هذه فين وحداش تختلف فين وحداش ثورة شعب ما إيش ثورة لا إخوان ولا ثورة جبهة ولا ثورة أي فصيل هذه شعب شعب لذلك اصطففنا خلف الشارع فيما بعد الفين وحداش حدث تاريخي بما في الكلمة من معنى شعب كله سنأتي للموقف في الفين وحداش لكن العنوان أن النظام سقط عبر عمل مسلح داخل في أسقط الشعب لم يسقطه فصيل لذلك من بركات هذه الثورة ما فيش فصيل معارض وخارج البلد ولا داخل البلد قال أنا كنت السببب أنا حضيق المسألة الشعب الشعب اللي يتحرك لما يتحرك الشعب تصطف كل الناس خلف الشعب تحرك الشارع ككل من شرقها لغربها هذه مسألة أخرى ذلك العمل كانت غايبة هذه الفرضية كانت غايبة عنكم الحقيقة الشيء بيقول لكن نحن ما كان يقول أنه ممكن القذافي يسقط ببثل هذه الكيفية أنا أعتقد اللي كان يتوقع أن القذافي يسقط من هذه الكيفية رجم بالغيب الله أعلم تحرك الشارع في النهاية بأنظمة كثيرة قبل ذلك الشارع ما اللي حركها حرك نفسه بنفسه الشارع حرك نفسه بنفسه مخطئ من يقول أني نحركت الشارع لا الشارع وصل للانسدادات استفرقت الأسباب داخليا وخارجيا حاول النظام أنه هو يستوعب الشارع بطريقة أمنية خاصة لما بدأت الأحداث في الألفين هو أحداث السفارة الإيطالية 2006 2006 سفارة الإيطالية تعامل معها مع قبضة أمنية فشل في تعاملة انتفضت الثورة من جديد راهي ثورة 17 فبراير ثورة بما في الكلمة من معنى لم يقف وراها شخص أنتم كانت توقعاتكم بأنه لا يمكن أسقاط القذافي عبر هذا السيناريو عبر دفع الشارع لأنه يثور عليه ويرفض هذا الاضطهاد اللي يمتد لعقود هل بنيتم هذه التوقعات على دراسات على تحليل ما لبيانات ما كانش في حد يطرح يا أخي الكريم هذا ممتاز هذا ما كانش في حد يطرح أنه يريد أن يحرك الشارع لأن القبضة الأمنية قوية لما هالمربعات الأمنية وعلى كل مربع أمني الشخصيات أمنية رهيبة على شخصيات أمنية رهيبة السلاح بيد المتغولين من اللجان الثورية من الجيش ما كانش في حد يراه أنه مثلا بيحرك الشارع حتى إحنا لما بينغو سيني لحد ما ساهمنا في التعريف بمهاهرات بسليم اللي كانت ممكن بدايات لم نتبنىها نحن ولم يتبنىها أحد ومن الخطأ أن يطلع حد يقول نحن نحن لفعلنا وانتكررت النقطة هذه هذه واضحة ومقطوع بها يعني لا أحد يمكن أن يفاصل فيها لكن سيناريو أو خيار كان من الممكن البحث فيه تم إهماله من الجميع في النهاية بدأ وكأنكم اندمجتم في مشروع التوريث وترفضون فكرة إسقاط النظام يعني التغيير بشكل جدري هو موضوع كلمة اندمجتم ما أعتقدش أنها يعني بالدقة هذا هذا مكان ظاهر هذا ممكن القراءة لكن هي الحقيقة زي ما أكرر وأقول إنها إصلاح المجتمع دعني أقول شيء هنا في 2003 في نهاية 2003 تقريبا صدر تقرير على منتدى تنمية العربية تابعة للأمم المتحدة تقرير طويل جدا ومهم يتحدث على المرأة والطفل والوضع السياسي في ليبيا في العالم العربي ككل في المنطقة هذا التقرير خلص إلى أن المنطقة ستقبل أن أنظمة الحكم أو الدول العربية أمامها ثلاث خيارات خيار الأول خيار الاحتلال المباشر استعمار بس في في تحت مظلة نشر الديمقراطيات وما إلى ذلك كانت زي أضعي العراق مثال أو الفوضى العارمة فوضى مجتمعية سياسية عارمة بعض بعض الناس كانوا كانوا نسميها مثلا الفوضى الخلاقة مثلا من صالح الفوضى ذلك لأنها يربي فيها اقتصاد ويبث فيها خلاقة لصالحة هو لصالحة هو في بعض السياسيين الغربيين الأمر الثالث الإصلاح أو التوجه نحو ما سمت هذا التقرير الحكم الرشيد أن أي نظام عربي خاصة دول العربية تحدث في دول العربية لابد من إحداث إصلاح حقيقي يتجه فيه نحو الحكم الرشيد ثم عرفوا الحكم الرشيد الحريات المشاركة السياسية الوضع الاقتصادي معالجة المختنقات ما إلى ذلك حرية الرأي ما إلى ذلك كبير فهذا عزز موضوع موضوع الإصلاح ودائما أكرر أخي الفاضل إنه راه الإصلاح موش إصلاح نظام إصلاح هالشعب المسكين اللي حرم ومحروم وليزال محروم من خيرات التي يتناع عم بها عزز موضوع الإصلاح كخيار أمامكم وضعنا أمام الإخوان نزي ما قلت أنت في المعارضة إنه خاصة الإخوة اللي تبنوا الحل الجذري في شبه مواجهة معهم والمواجهة هي مواجهة أفكار حتى أذكر في تلك الأثناء كانت في ما يسمى غرف البالتوكو وهي غرف للحوار من هذه زي الفيس وزي مش عارف أنا ذاك كانت مشتهرة يعني مشهورة كنا نتحاور كنا نرد على بعضنا البعض ليش أنتوا يا الجذريين تتبنوا كذا حوار هادي الحقيقة كنا نتمنى أن يستمر بنفس الودوم تغير مواقف بعض الناس تغيرت مواقفهم بعطيني أمثلة لا نعندي أسماء الحقيقة لكن بعض الناس تغيرت مواقفهم بل حتى من داخل الجبهة بعض الناس رأوا أن الحل الجذري هذا حل العقيم وأنه لم يؤتي بخير وأن المستقبل خاصة في ليبيا راه في ليبيا كان فيه وهذا اللي ممكن شكل أداة كان الكونغرس الأمريكي أو بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي يروا كان منقسم على ليبيا أو تجاه ليبيا إلى رأيين اثنين رأي يرى أنه لابد من هذا النظام من إزالته على غرار إزالة صدام حسين وسربت بعض المعلومات وما إلى ذلك سربت بطريقة مقصودة يعني ورأي آخر يقول أن إعادة تأهيل النظام حسب كي يندمج في المنظومة العالمية فيبدو أن القذافي قرأ وبعض مستشاريه قرأوا هذا التوجه عند الكونغرس الأمريكي وبدأوا يتعاملون معه فتعاملوا معه في موضوع أسلحة الدمار الشامل في حال حالة موضوع لوكاربي في قضايا البلغاريات في كذا أراد أن يظهر نفسه أنه يعني ممكن عطاء دفع للناس اللي يقولوا بإعادة تأهيله إعادة تأهيل النظام فغلبت هذه المسألة هذه أيضا عكسة حتى على بعض الإصلاحات الداخلية هو كان يرسل رسالة جبية باتجاه الغرب حتى يظهر أنه قابل للتغير وفق رؤيتهم لكن هذا يعزز التساؤل حول واقعية خياركم أنتم لأنه كان من الممكن عفوا التقبل فكرة إصلاح الوضع داخليا بشكل تدريجي عندما كان القذافي في مواجهة مع الغرب لكن بعد أن رتب أوراقها مع الغرب أصبح الرجل لا يخشى أي شيء في الداخل وهذا أدعى وهذا أدعى يا أخ خالد أنه ما خلاص مصلحة الإصلاح بالتغيير بالقوة وبالدبابة التغت تماما فالآن عندك ما يتاح ما يفتح أمامك من مجالات تستطيع أن تتحرك فيها لذلك حتى بعض الإخوة اللي كانوا مثلا مثلا مؤسسة ألفا هذه اللي تأسست فيما بعد ككيان معارض وكان في البداية قوي بعض الناس اللي كان يتبنى التغيير بالقوة كان يتبنى التغيير على الدبابة الأمريكية هكذا كانوا يقولوا بعض التدخل الأمريكي مباشر نعم كانوا هكذا يقولوا الدبابة الأمريكية لكن بعد ما قلوا وان هذا مش في مجال اتهام يعني شفت كيف أو مجال تقييم لكن بعد ما طلعوا على القراءات المقبلة للمنطقة تركوا الخيار الجذري هذا تركوا الخيار الجذري وخشوا حتى في زي ما تقول مش في مصالحة لكن خشوا في منظومة الإصلاح طيب هذا لا يخالف المنطق لأن النظام إذا كان لم يستجيب وهو يواجه الضغوط من الغرب سيستجيب بعد أن تحرر من هذه الضغوط وبدأ يستجيبي أخي بدأ يستجيبي كيف تفسر طيب هو يريد أن يطيب في عمره فهو طبعا من ضمن الضغوط اللي عليه مش الرسائل الخارجية فقط حال حالة لوكربي والقضية البلغريات حتى في مثلا في إطلاق سجناء الرأي مثلا إطلاق صراح سجناء الرأي الحلحة الاقتصادية لما بدأت تنتشر حتى كان يسمون فيه الموزع فرد قادم الدكاكين والمحلات الأثار التصالية بدأت تظهرت الاستيراد كان هذا من فترة مضت أكثر في الألفينات قبل ذلك كان بداية التسعينات على كل حال في النهاية أنتم اخترتوا أن تكملوا هذا المشوار في نفس الاتجاه برغم أنه وضعكم في مواجهة كما قلت أنت نفسك مع عدد من فصائل المعارضة في الخارج هل كان لوجود سجناء كثر من الإخوان في المعتقلات دافع ربما أو سبب من الأسباب وراء هذا الاختيار ألا لا أبدا لا ليس كذلك الأمر الإصلاح لما تبنيناه كان خيار أساسي تبنيناه ونتبنى ولزننا نتبنى القيار منطلق من فكرنا اللي تحدثنا عنه في الحلقات الماضية منطلق منطلق من أفكارنا نحن منطلق من قيامنا السياسية والمجتمعية منطلق من يتعزز بما نقرأه بما نشاهده بما نلمسه من تحركات إقليمية أو تحركات عالمية طيب بالحديث عن المعتقلين كان لديكم اتصالات مع عائلات المعتقلين مع السجنة نفسهم في الداخل عبر محامين أو عبر منظمات حقوقية أو كيف كان وضع المعتقلين في تلك المرحلة بالذات في تلك المرحلة حقيقة الوضع كان لبأس به من تحسن مقارنة بالظروف الأولى التي كنا نحكو عليها كان كويس مثلا موضوع الأكل الاهتمام الصحة إدخال بعض الكتب والقراءات التعامل خذ صبغة جيدة جدا نحسن ما يقولوا الإخوة توصلنا مع عائلات المسجين وبالمناسبة عائلات مش غير عائلات إخواننا فقط كنا أيضا حتى لم دوا في اشتراكات أو مثلا مال نجمعهم مال الزكاة وكنا نرسل فيه للعائلات المحتاجة كل العائلات المحتاجة سواء كانوا عائلات إخوان أو عائلات غير إخوان توصلنا أيضا حتى بالمناسبة أيضا مع إخواننا داخل السجن وصلنا لهم رسالة أننا نحن نجلس مع النظام وقاعدين نتحاور في موضوع الإصلاح إصلاح المجتمع وأخذنا موافقتهم وبركتهم في هذا الأمر ما زلت تفصل بين الإصلاح النظام وإصلاح المجتمع مش عال أنت ما لك شايف فرقه يعني أنا لا أجد خط فاصل واضح بين الحالتين كما سبقوا تحدثنا على كل حالة نعود لما ذكرناه سابقا في 2004 كان هناك توجه للحوار مع الجماعة الإسلامية المقاتلة في السجن تحت مظلة النظام وكان تصدر لهذا الموضوع عدد من الشخصيات من بينهم الدكتور علي الصلابي كان لجماعة الإخوان دور في هذا المسأل باختصار شديد لم يكن لنا دور في هذه المسألة باركنا هذه المسألة دعينا لهم بالتوفيق باركنا هذه المسألة لكن لم ننشئها ولم نرعاها ما الذي تعنيه هنا عندما تقول باركنا هذا خطوة مباركة خطوة كويسة رفع المعاناة عن المساجين وإخراج من السجن خطوة موفقة جدا هذا المسار أدى إلى تفكيك الجماعة الليبية والجماعة الإسلامية المقاتلة من خلال المراجعات اللي حصلت وتخليها عن العمل المسلح لإسقاط النظام هو بشكل أو من زاوية أخرى أيضا أفاد النظام مش عارف هل تفككت الجماعة الإسلامية أنا أعتقد لم تتفكك راجعت أنفسها راجعت أنا مش نقف محامة عليها أو نقول شون صار لها في مباعد ذكنية أحدثت شيء من المراجعات العميقة عبر هذا المسار اللي تحدثنا عنه وهم المسار هذا لم يفرض عليهم هم حوار رعاه الشيخ الفاضل علي الصلابي مع آخرين تقريبا ولم يفرض عليهم لا بقوة السلاح ولا حتى روعي ولا حتى زي ما تقول تحت قهر السلطان هذه مراجعاتهم كما حرار فيها رغم وجودهم في السجن رغم وجودهم في السجن نعم أحدث هذه المراجعات وحتى لما خرجوا فيما بعد معززين مكرمين حسب علمنا أنهم لم ينتقدوا هذه المراجعات ولم يحدثوا مراجعات على تلك المراجعات بل إحنا باختصار لم نكن طرف فيها باركناها ونباركها وهذه أي خطوة فيها رفع المعاناة عن المواطن لا نقول لك لا لا خليه في السجن لين ينقلب النظام لين نجيبه الدبابة الأمريكية لا لما لا ولم يكن لكم أي علاقة بهذا المسار نعم في العام 2005 قطعت مؤتمر المعارضة الذي أعدت له بعض القوى السياسية وكان هناك انتقاد بأنكم خذلتم المعارضة في تلك المقاطعة وقيل بأن قربكم من النظام جعلكم أقرب للاندماج فيه من البحث عن تغييره هذه مسألة مهمة جدا بس ممكن قبل أن نجيب خلينا نقدم لك مسألتين مهمتين الأولى أننا في 2004 بالتحديد لما خيار الإصلاح بدأ يتوسع وبدأ يقتنع به عدد حتى من بعض الفصائل أو بعض الشخصيات المهمة طرحنا أو بدينا نطرح عندنا مذكرة موجودة التي هي نجمع المعارضة فيما يسمى بالمؤتمر الوطني للإصلاح كل من هو مقتنع بالإصلاح يشارك في هذا المؤتمر وبدأنا نعد العدة حتى كان رائد هذا المشروع الحقيقة الفاضي لين ناصر المانع والأخ الأمين بالحش المؤتمر الوطني للإصلاح وبدأ التواصلات حتى بدأ تواصل مع ناس زي الدكتور علي الترهوني وجمعة لقماطي سالم عشور عشور الشامس وغيرهم يعني يعرف كيف المكان بين بريطانيا أو في أمريكا كنا نعد بل الحقيقة أرد يعني كل من هو مقتنع بالإصلاح حتى ولو كان حتى مع النظام بس مقتنع بفكرة الإصلاح ممكن يشارك ممكن لدينا مش مشكلة خيار الإصلاح هذا الدائرة تسع الجميع أي إصلاح إصلاح البلد إصلاح المجتمع أنت مصر يا سيخال لا 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 إصلاح النظام سؤالي الآن لأن فيه آخرون هناك آخرون سيشارك لا لا ما هو لا هو نقول لك شو نصار فيه يعني أردت رؤية الآخرين للإصلاح هل هي نفسه أي أي يعني أنت مدام عندك إصلاح تعال شارك في هذا المؤتمر أطرح الرؤية متاعك أطرح رؤىك مؤتمر هو أنت ما نكش أنت درت طبخة وعطيتها لناس بشي نفذوها أنت مغتنع برؤية الإصلاح تعال ما هو الإصلاح إيه الجوانب هل هو جوانب سياسية هل متصل بالنظام مش متصل بالنظام إيش أبعدها إيش ضوابطها إيش سياساتها إيش أهدافها إيش عمر الزمني تعال مؤتمر هذا كان الدعوة كانت في 2004 لم توجه الدعوة بعد لم توجه الدعوة بدأ فيه إعداد هذا المشروع ثم خرج علينا موضوع الدعوة إلى المؤتمر الوطني تقريبا للمعارضة في 2005 في مايو 2005 أنتم كنتم فكرتم في المؤتمر قبل سنة من ذلك قبل سنة من ذلك لماذا استغرق منكم الأمر كل هذه الفترة لا أدري خليني أقول لا أدري بذا إني أنت بيش ترتب مؤتمر زي هذا يحتاج منك حتى يعني مال ويحتاج منك اتصالات ويحتاج منك عنصر وقت يعني في مايو بدأ التحضير لهذا المؤتمر وشارك البعض مننا المؤتمر الوطني تعال المعارضة وشارك البعض مننا في حتى بعض اللي جانه التحضيرية كانت النية أن تشاركه كانت النية أن نشارك مؤتمر معارضة في 2005 كانت النية أن نشاركه مؤتمر وطني للمعارضة لم يوضع له سقف لكن لما وضع سقف ووضع شرط القبول بإزالة النظام كشرط للمشاركة في المؤتمر رأينا أن هذا لا يتناسب رؤيتنا واختيارنا لماذا؟ لأنه أن كنت لابد تقر بالتغيير الجذري عرفت كيف؟ بل حتى صدر التصريحات فيما بعدنا وما طالبوا النظام بأنه يتخلى عن مسؤوليته وحتى شيء من المحاكمة وما إلى ذلك بالله عليك جيل واحد زي القذافي لها 42 سنة ويمسمر في روحه على الكرسي وصخر إمكانيات البلد الأمنية وغيرها الخارجية والداخلية بش هو يقعمز بها على الكرسي مش 42 سنة كل وقت أقل كل الفترة اللي قضاها وهو يثبت نفسها على الكرسي ونجي هنا بكل هدوء والله بكل مش عارف إيش نقول له سلم نفسك وبل حتى تعالي نحاكمك هذه واحد زي القذافي طيب ليش لأنه نظام بعد بعد حوالي يعني أكثر من ثلاثة عقود في تلك المرحلة كان حوالي 35 سنة وأكثر يعني طبيعي أنه يكون شاخ وبدأ وسلم نفسها وسلم نفسها لناس بيش حكموه واحد زي القذافي طيب خرج هو البيان هذائي فيما بعد خرج بيان هذا وطوله وطلبه من القذافي أنه يسلم نفسه ما إلى ذلك المهم أنتم قطعتم لأن المؤتمر كان يتجه لإعلان هذه المطالب نعم لأنه لا هو وضع على شروط أن كنت تدخل لهذا المؤتمر لابد تقر بالتغيير الجذري هذا اللي فيما بعد طبعا مش نحنا فقط قطعنا هذا المؤتمر أو انسحبنا منه التغييرنا لا أنا أنا بنشارك إذا كان مؤتمر مفتوح نشاركه فيه بما هو مفتوح بما هو متاح لكن لا تشترط علي أننا لابد نعترف لك أو أن ننضم صوت لابد أننا بنغير هذا النظام هذا بقوة لا تعتقد لو أن الفصائل المعارضة توحدت في هذا الاتجاه خاصة مع طول الفترة اللي حكم فيها القذافي أنه كان يمكن أن يكون لهذا العمل تأثير فعلا يساهم في إسقاط النظام نردوا للمسألة اللي ذكرناها أن مستقبل المنطقة جايل أحد ثلاث إصلاح أو استعمار يعني ممكن لو المعارضة كلها اجتمعت زي ما اجتمعت المعارضة العراقية في لندن وأدخلت الأمريكي وأدخلت الدبابة الأمريكية والتي كانت حصلة فيها عن صباح بعد بقرة ممكن تخشش البلاد فيها الفوضى اللي هو ذكرها هذا التقرير ليس بالضرورة أن المؤتمر كان سيدعو لتدخل أجنبي إلى ماذا يدعو هو حسب ما هو معلن أن كان تم الاتفاق على مطالبة النظام بالرحيل وتشكيل حكومة تدير البلد من الخارج إلى حين عودتها إلى الدخل باختصار نحن لم نرى منطقية في هذه المطالب لم نرى منطقية ولا يواقعي ومش نحن فقط يا أخي مش نحن فقط لكن أنتم كنتوا أصحابا ودل الواقع يا أخي على ذلك أنتم كنتوا أصحاب الحضور الأقوى على اعتبار أنكم الأكثر تنظيما الأكثر انتشارا في تلك المرحلة وبالتالي البعض يقول بأن عدم مشاركتكم كانت سبب في إفشال المؤتمر بل بالعكس أنا نقول لك ممكن الشرط هذا وضع لإقصائنا خليني نمشي في الاتجاه المعاكس كانت عندنا الرغبة وشاركنا في بعض لجانا التحضيرية شاركوا عدد من الإخوة لكن لما وضع الشرط هذا كان نوضع لإقصائنا نحن في الأول من رفضناش الفكرة لماذا لا بل إحنا أصلا يا أخي يعني كان من إحدى أهدافنا لما بدينا نتحرك في بعد مجلس الشورى نتعلى الـ 98 هذا الـ 98 98 98 98 نعم 98 رأينا من أهدافنا لما قرينا حالة المعارضة ورأينا شفنا هنا تمر بمرحلة من التراهل ومرحلة من الشيخوخة ومرحلة من شيء من اليائس وبدأ كثير من الناس ينفكوا عنها وينصرفوا عنها ويتركوها قلنا لماذا لا نؤدي دور نجمعوا المعارضة مش شرط نجمعوها على هدف واحد لكن نجمعوها كي تكون أداء من أدوات تضغط على هذا هذا النظام في حينها لم يكن هناك مسار بينكم وبين النظام لا ما فيش لن تكن هناك حوارات لا ما فيش الظروف اختلفت لا لا حتى مارسنا هذا الدور حتى بعدين يعني مش لأننا نحنا توصلنا مع نظام سيبنا المعارضة بل نحنا من أهم الشروط اللي اشترطناها وقلناها للمجموعة اللي تحاورنا معها سواء من سيف أو بوزيد دوردة أو بالقاسم الزوي أو مبارك الشامخ أو غيرها نحنا لا يمكن نجرم المعارضة حتى بعض اللقاءات اللي كانت زي ما تقول يبدو فيها في لقاء ممكن نتحدث أنا لاحقا فيما بعد يبقونا نجرم المعارضة نساقوا معهم ما أشوفوا خذوا فلوس ما خذوا فلوس ونحنا نقول لا عفوا هؤلاء أناس مناظلين نحترمهم قد نختلف مع بعض ما يرونهم لكن لا يصل بنا الحال أننا نجرموهم ولا نخونوهم طيب أنتم لم تجرموا المعارضة لكن خذلتوها لا لم نخذلها يا أخير البعض يرى أن المقاطعة كانت خذلال لباقي فصائل المعارضة هي مش مقاطعة أنا لم أكتلك في الاتجاه الآخر يعني مش نحنا فقط نحنا كأننا أقصينا في شخصيات كانت تتعمد إقصانا من ذلك المؤتمر ليش ما ينظر لها هكذا وقيل هذا الكلام لم نخذ المعارضة طيب وصلنا لختم هذه الحلقة أشكرك كما هي العادة دائما القيادة في جماعة الإخوة المسلمين الليبية عمر محمد الوحيشي وأيضا الشكر لكم أسادة المشاهدين في أمان الله تعالى ترجمة نانسي قنقر